توفي شيخ الدكتور الكويتي عواد فريجان السعيد الضفيري ومعه صديق له مصري رحمه الله تعالى واليوم نعاه أحد المشايخ الكويتيين على منبر الجمعة في منطقة الجهراء قال فتبين لي أن العلاقة بين الشيخ عواد والمصلين ليست علاقة إمام بمصليه هي علاقة أخوية متجذرة في القلب قال ما كنت أذكر اسم الشيخ حتى ضج المسجد بالبكاء وفاء وتذكارا للشيخ عواد رحمه الله تعالى شيخ الدكتور عواد فريجان السعيد رحمه الله تعالى هو أحد المشايخ البارزين في الكويت إمام وخطيب وداعية ومعلم وله مشاركات إعلامية مشاركات في الإذاعة وفي التلفزيون مشاركات في الحج ظل ما يقرب من عشرين سنة مرشدا دينيا في حملة الكندري وهو رئيس لجنة الدعوة والإرشاد في جمعية إحياء التراث الإسلامي له جهود كبيرة جدا في إعانة الفقراء والمحتاجين عندهم في الجهراء كان رحمه الله تعالى معروفا بأدبه وسمته وخلقه وبسمته التي لا تفارق محياه ومن الغريب أنه عند دفنه في مقرة الجهراء كانت توزع هناك بعض الكتيبات عند قبره هذه الكتيبات كانت تتعلق بالدعاء للميت كتبها الشيخ عواد رحمه الله تعالى شيخ الدكتور عواد السعيد رحمه الله تعالى لم ينل شهادة الدكتوراء قدمها للمناقشة وهو بانتظار المناقشة لكنه توفي رحمه الله تعالى وتقديرا لجهوده وبحثه فقد منحت إدارة الجامعة درجة الدكتوراء وأمرت بطبع الرسالة وتوزيعها رحمه الله لما أعلنت جمعية إحياء التراث الإسلامي في الجهراء عن مشروع لشيخ عواد فريجان رحمه الله في يوم واحد تم التبرع للمشروع كاملا ثم جاءت جمعية آيات الخيرية في منطقة الجهراء ودعت إلى مشروع آخر للشيخ تبرع لهذا المشروع ما يقرب من 85% وبقي منه الآن ما يقرب من 15% أتمنى أن يشارك الجميع وفاء لشيخ عواد وسعيا في العجر أبشركم جيت بحط لكم الرابط ولقيت المشروع ما شاء الله اكتمل الآن الله يرحم الشيخ عواد ويحسن أجره وما قدم للأمة ويشكر نيتكم الطيبة